اشتركوا في القناة الآن نعود إليكم وعمل عودة قد وضعت سوني تحديد الجديد 4.90 إذا سوف أقوم بتحويل جهازي البلاي ستيشن إلى التحديد الأخير 4.90 لكي أتمكن من عمل التحكير عليه الآن نتوجه إلى تحميل تحديد الأصلي من شركة سوني نقوم بفق الضغط عليه ونقوم بإخراج المجلد بالأس 3 كما ترى الآن نقوم بوضع اليو اس بي في جهاز الحاسوب نقوم بفرماطاتها على فعض 2 وجلاته نقوم بوضع تحديد الأصلي داخل يو اس بي ونقوم بفرماطات على فعض 2 وجلاته نقوم بوضع تحديد الأصلي داخل يو اس بي قد تحديد الأصلي من شركة سوني ثم نقوم بإخراج اليو اس بي والتوجه إلى جهاز البلاي ستيشن بعد التوجه إلى جهاز البلاي ستيشن كما ترون هذا هو جهازي من نوع سليم نوع 3000 لا يقبل عملية الثونغراد فقط يقبل الهين كما ترون جهازي مفرمى جهازي عفوا مهكا من وسط الهين نتوجه إلى إصدار الجهاز كما ترون جهازي على تحديث 4 تسعة وتعمل سوف أقوم بتحويله إلى تحديث الأخير 4 تسبوع الآن سوف أقوم بدخال يو اس بي التي قمنا بإدادها ووضعنا عليها ملف تحديث الجديد سوف أقوم بتحديث مردها على فصل الثونغراد فقط سوف أقوم بتمريني إلى جهاز سوف أقوم بتصريب الفيديو إلى حين تياه من تمرير بتحديث ثم ترون الآن التحديث تم تمريره إلى جهاز ليصبح على تحديث 4 تسبوع كما ترون اختلاف مجلة 300 ملفات بكارجي الآن سوف أقوم بمسح المنتيمة لأقوم بتشبيثه في الدرس القادم إن شاء الله وهو طريقة عمل الهين على جميع أجهزة البليستايشن الآن نذهب إلى إستاروجيا بالطبيع الحال فهو على التحديث الأخير كما ترون 4 تسبوع ترجمة نانسي قنقر كان هذا الدرس اليوم طريقة تمرير تحديث الأخير على جهاز البليستايشن إلى الدرس القادم إن شاء الله وهو طريقة تحديث تهكير جهاز بواسطة الهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر